السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير اسواق المال في فقرة التحديث الصباحي لتحركات الذهب الفنية على المدى القصير ليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرون من يوليو من العام الفين واربعة وعشرون إذن أخواني لعزاء نشاهد الذهب على المدى القصير وعلى فريم الخمسة عشر دقيقة لا يزال يحاول إنهاء التصحيحات وإذا نجحت الأسعار بكسر مستوى الالفين وثلاثمائة وخمسة وثمانون دولار قد نشاهد فعليا استئناف الهبوط إلى مستويات الالفين وثلاثمائة وخمسون دولار والفين وثلاثمائة وعشر دولار ولن ينهى هذا السيناريو البيعي الهابط للذهب إلا بعودة المراكز الشرائية أعلى مستوى الالفين واربعمائة وعشرون دولار مقابل الأنصة الواحدة ولكن أخواني العزاء نذكر أنه لدينا خبر هام جدا اليوم نترقبه في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو خبر مبيعات المنازل القائمة والذي يعد من التقارير الهامة الذي تقيس أداء وصحة الاقتصاد الأمريكي إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله